أكد المتحدث باسم العمليات المشاركة العميد يحيى رسول في العراق أن تقدم القوات العراقية في معارك استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش يتم بكل حذر ودقة حرصا على أرواح المدنيين والتفاصيل المشاهدين نتابعها في هذا التقرير وصلت القوات العراقية توغلها في عدد من أحياء الموصل حيث اندلعت معارك ضرية مع تنظيم داعش وتمكنت من تحرير عدة قرى جديدة في محيط المدينة وأعلن الحجد الشعبي عن إطلاق المرحلة الرابعة لعمليته في تلعفر بيان لقيادة العمليات المشتركة قال إن القوات العراقية سيطرت على طريق تلعفر سنجار وقطعت إمداد داعش عنه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قال إنه شن غارة أدت إلى تدمير أحد الجسور الواقعة داخل مدينة الموصل على نهر دجلة والهدف من قصف الجسر هو قطع إمدادات التنظيم من الأسلحة والمفخخات عن الجانب الشرقي من المدينة وتحجيم قوة التنظيم في هذا الجانب خلية الإعلام الحربي أعلنت تدمير معملين لتفخيخ العجلات ومقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش بقصف لطيران الجيش في السحل الأيمن من الموصل أما شرقي الموصل على الساحل الأيسر فلتزال قوة مكافحة الإرهاب تحقق تقدما في استعادة مدن وقرى وتؤمن المدنيين فيما يقول قادة الجهاز إنه سيطر على أكثر من نصف المناطق البالغ عددها ستون منطقة وإن قوتهم بحاجة لوقت أكثر لتحكم قبضتها على الساحل بالكامل أما المحور الجنوبي فلتزال قوة الشرطة الاتحادية تطهر محيط حمام العليل من المتفجرات وتؤمن عودة المدنيين لمنازلهم بعد استعادة أكثر من ثمانين قرية وتبقى أمامها منطقتان مهمتان توصلان إلى مطار الموصل الاستراتيجي ومنه إلى المباني الحكومية وسط أنباء عن رصد تحركات التنظيم وتجمعاته داخل الموصل لتدميرها بواسطة طائرات التحالف والجيش وصواريخ حديثة جهزت بها القوات مؤخرا حول الموضوع عندما لنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية الخبير العسكري والاستراتيجية الدكتور أحمد الشريفي أهلا بك معنا دكتور أحمد إذا القوات العراقية سيطرت على طريق تلع فرسنجار بالتالي قطعت الإمداد عن داعش يعني هذا عملية عزل الموصل عن باقي المحافظات العراقية انتهت انطلاقا من هذه النقطة دكتور أحمد لو تشرح لنا مدى يجري بالتحديد على الأرض من كل المحاور بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة كان هناك صغرة بين عدم تحقق التماس بين الحجد الشعبي والبيشمرق وبالتحديد في الطريق الرابط بين مخمور فهذه بالحقيقة المعادلة كانت خطرة جدا نحن كنا نرغب في أن نحكم مسألة إتمام عملية العزل والتطويق وهذه لا تتحقق إلا بتحقيق التماس بين البيشمرق وبين الحجد الشعبي في منطقة سنجار هذا الأمر الذي تحقق اليوم في إتمام عملية التماس بين الحجد وبين الحجد الشعبي سيؤمن انطلاق عملية في داخل الموصل تتعلق في مسألتين الأهم التوجه باتجاه معسكر الغزلاني ومطار الموصل للتحرير واتخاذهما كموقع متقدم لإدامة زخم المعركة وتأمين خطوط دعم لوجستي حتى على مستوى الإسناد الجوي ثم بعد ذلك الذهاب باتجاه معالجة الأزمة الأكبر في معادلة صراعنا مع التنظيم في الموصل وعني بها الساحل الأيمن الذي يوصف بأنه الأكثر تعقيدا بسبب البنى التحتية وبسبب اكتظاظ السكان المحليين في هذه الرقعة الجورافية دكتور أحمد المركز على نقطة سيطرة القوات العراقية على طريق تلعفر سنجار يعني الموصل الآن هي معزولة ثماما عن باقي المحافظات العراقية ليس كذلك نعم هو بالحقيقة هذا التماس الذي حصل بين البيش مارقة والحجد الشعبي قطع بشكل يكاد يكون تاما خطوط النقل الستراتيجية التي كانت ممكن أن تستثمر حتى وإن كانت بنسب ضئيلة لإدامة زخم المعركة عبر إيصال عتاد أو السلاح أو أفراد دعما لداعش أو انسحابا لداعش خارج مسرح العمليات وخارج منطقة القتال الآن مع إتمام عملية العزل والتطويق دخل داعش في القياس العسكري في منطقة قتل ثم سيجري تأمين عملية مشاغلة بنيران ساندة من قبل الحشد ومن قبل البيش مارقة فضلا عن أن ستؤمن خطوط لإخلاء المدنيين إن حصلت عملية نزوح آمنة بغطاء ناري وبإسناد من الحشد ومن البيش مارقة للسكان المحليين الذين ربما يغادرون المنطقة فهي بالحقيقة فيها إيجابيات متعددة في هذا المنجز الذي تحقق اليوم طيب بالنسبة للمدنيين بحسب معلوماتكم وطلاعكم على الملف عن كثب بما أنكم حضرتك موجود بالداخل هل من معلومات جديدة تكشفت عن وضع المدنيين في الداخل عن إذا تمكن ربما أي أحد من النزوح بالحقيقة المدنيين الآن لا نقول كل يوم كل ساعة تزداد معاناتهم بشكل كبير جدا هم تحت ضاغط التنظيم والتنظيم ينكل بهم ويوم أمس تم إعدام أربعة من خيرة أطبائنا في الموصل نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لهم ولشهدائنا جميعا وبعد ذلك وقوعهم بين نيران كثير من العوائل الآن هي عوائل جلبت من قبل التنظيم كدروع بشرية بعد انسحاب التنظيم من بعض القرى التي تم تحريرها الآن موجودة هي في مناطق بالعراء لأنه ما عادة وبالتحديد في الساحل الأيمن البيوت قادرة على أن تستوعب الجميع فهناك سكان مدنيين في الحارات والأزقة متواجدين وهؤلاء بالحقيقة سيصبحون بشكل أو بأخر تحت نيران نيران الاشتباك سواء كانت من داعش أو من قطاعاتنا من قطاعاتنا ربما يكون هناك ضبطا للاندفاع وضبطا للنار ولكن ما هو الضامن في أن يبالغ التنظيم في استهدافهم كما حصل في دفع مفخخات على السكان المدنيين حتى يوجد أوراق ضغط على القطاعات العسكرية ويوقف من تقدمها ما حصل هذا الأمر في الساحل الأيسر ما هو الضامن أن يتكرر هذا الأمر ولربما بشكل أكبر في الساحل الأيمن لا توجد ضمانات لأن التنظيم بالغ كثيرا في الحاق الأذى بالمدنيين طيب دكتور أحمد أيضا الأخبار تتحدث بأن التحالف تمكن من تدمير جسر على دجلة تحديدا لتقييد حركة داعش في الموصل ما أهمية حصار داعش داخل الموصل هو بالحقيقة الآن يتخادم داعش في تنقله بين الساحل الأيمن والأيسر الجسور التي تمتد بالغ كثيرا في تفخيخ هذا التنظيم وهو يسيطر على عملية التفجير يعني لا توجد منفعة قد تتحقق لقطعاتنا لأنه حال وجود القطعات سيقوم أو يعمل على تفجير هذه الجسور وبالتالي هي أصبحت تخدم التنظيم ولا تخدم قطعاتنا جرى استهدافها بطريقة إسكات عملية التخادم لأن يستثمرها التنظيم ثم سيصار إلى استخدام الجهد الهندسي في إطار الحرب البرمائية إلى مجسور عسكرية مسيطر عليها من قبل القطعات العسكرية وهي غير مفخخة وتؤمن انسيابية وتدفق حركة القطعات العسكرية من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر دون كما قلنا أن يكون مسيطر عليها التنظيم إسكات قدرة التنظيم في استخدام الجسور هو عزل للتنظيم ومقاتله الموجودين بالساحل الأيسر علي الأيمن وهذه بالحقيقة بشكل أو بآخر تعد ضمن مقدمات عملية واسعة ستجري في الساحل الأيمن الذي نتوقع أن تدخل فيها قدرات قتالية جديدة لا سيما فيما تعلق بالجهد الجو الساند أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور أحمد شريفي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا بأقمار الإصطناعية مباشرة من بغداد شكرا لك